السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايك يا حبيب اعملين ايا رب دايما تكونوا بألف خير النهاردة ان شاء الله معدنا مع درس للصف الاول الاعدادي وهو تدريب على الافعال المتعدية والافعال اللازمة او الفعال المتعدية والفعال اللازمة طبعا بيجي لأسئلة كتير طبعا بيقولولي يا مس هي الافعال اللازمة والمتعدية لازم تكون افعال ماضية لا طبعا الافعال اللازمة والافعال المتعدية افعال عادية خالص بيجي منها الماضي بيجي منها المضرع بيجي منها الامر يعني ممكن اقول ساعدة يساعد تساعد عادي جدا جدا ساعد دي فاعل اه هو ما ليش دعوه هو نوعه ماضي ولا مضرع ولا امر ان يدعوه هو لازم يعني بيحتاج المفعول به ولا ما بيحتاجش المفعول به تمام كده اه ممكن اقول ظن يظن اه تظن ممكن اقول احتاجه يحتاج اه ممكن اقول اه سمعه يسمع اسمع عادي جدا. اهم حاجة الفاعل. يا طرى بيحتاج لفاعل فقط ولا بيحتاج لفاعل ومفعول به. تمام يا ولاد? طبعا كل الافعال بتحتاج لفاعل ولكن الفاعل المتعد بي لازم يحتاج لمفعول به. والفاعل اللازم لا يحتاج الى مفعول به. طيب. اه الاسئلة انا جبت لكم هي طبعا الفاعل المتعدي كل الاسئلة اللي بتيجي فيه اني بيحط الخطة تحت الفاعل وبيقول لي والفاعل ده متعد ولا لازم. بعرف انا بشوف يطرى بعده مفعول به ولا يطرى بعده جره مجرور لو بعده جره مجرور هيكون فعلي لازم وممكن مش شرط يعني هي بعده جره لكن ممكن يجي الفعلي من غير جره مجرور عاد خالص لا لو تلقيت بعد الفعلي مفعول به اعرف على طول ان هو فعلي متعدي لو لقيت مفعول به واحد واكتفى به يبقى متعدي المفعول به واحد لو لقيت مفعولين يبقى متعدي المفعولين لو لقيت تلات مفعيل يبقى متعدي لتلات مفعيل تعالوا كده نشوف السؤال ده. انا جايبا لكم اختار الاجابة ما اردتش اجيب اي اسئلة تانية. جايبا لكم اللي هو الاختيار من المتعدد. عشان يساعدكم ان شاء الله في الامتحان. طبعا في الامتحان بيديكم قطعة آآ غالبا بتكون من اللي موجودة في الدرس. تمام? وبعدين يقول لي اعرب الكلمة دي. او قل لي يا فعالي لازم ولا فعال متعدد. هيخطي الخطة تحت فعال. وقول لي وفعال لازم ولا فعال متعدد. تمام? بيقول لي اول حاجة اختار الاجابة صحيحة ما بين القوسين. الفتاة تساعد امها. وراح اقيل لي الفعل تساعد. الفتاة تساعد امها. الفعل تساعد هنا. فعل لازم ولا فعال متعدد? فعل لازم ولا فعال متعدد? ايه اللي انا هعمله يا سنة اولى? اللي انا هعمله ان انا هبص. يا ترى تساعد ده احتاج لفاعل ولا احتاج لمفعول به ولا ايه? الفتاة طبعا ده مبتدأ خلاص خرج تساعد فعل. والفاعل ضمير مستر تقدروه هي. وامها مفعول ايه ب? يبقى تساعد احتاج لمفعول ب? ازن هو فعل متعدي. طالما ايه بعضه مفعول ايه ب? محدش يقول لي تساعد امها ده فاعل. امها هي امها اللي فاعل ولا البنت هي اللي بتساعد? البنت هي اللي تساعد. يبقى تساعد هي الفاعل ضمير مستر تقدروه هي. وامها مفعول ب? ازن هنا الفعل المتعدي الى مفعول ب? واحد. طيب تعالوا نشوف اللي بعدها. الافعال المتعدية هي التي ركزوا بقى معايا دي الأفعال المتعدية هي التي الأفعال المتعدية هي التي ترفع فاعلا فقط ولا ترفع فاعلا وتنصب مفعولا واحدا ولا ترفع فاعلا وتنصب مفعولا أو مفعولين أو سلاسة مفعيل لا دي بترفع فاعل وتنصب مفعولا أو مفعولين أو سلاسة مفعيل كل دي هي دي الإجابة الصحيحة كل القطعة دي ما بتنصبش مفعول بي واحد لا ده بتنصب مفعول او مفعول اين او تلات ايه مفاعل يبقى لازم اقرأ القطعة كلها ترفع فعالا فقط دي الافعال اللازمة مش المتعدة تفهم يا ولاد من الافعال اللازمة الفعل انقصره ولا ظهره ولا طابه ولا جميع ما صبق اكيد جميع ما صبق لان انقصرت زجاج اهي متحتاجش على فاعل ظهر الحق متحتاجش على فاعل طابة محمد ما بتحتاجش على فاعل يبقى جميع ما ايه ما صبق تمام يا ولاد يبقى انقصره وظهره وطابه منك كلها من الافعال اللازمة تمام الافعال اللازمة ماقولش ساعة ما شوف انقصره ام حط خط ويسايب الافعال اللي بعد كده لازم نقرأ كل الاختيارات يا سنة اقول لانه ممكن يجيلي بعد كده كلا هما صواب او ايه جميع ما صبق زي ما احنا شفنا الافعال اللازمة لابد ان ترفع فاعلا لابد ان ترفع فاعلا ولا لابد ان تنصب مفعولا ولا كلا هما صواب افعال اللازمة لا الافعال اللازمة مش لابد تنصب مفعول بترفع فاعلا فقط يبقى ترفع فاعلا بس ما ينفعش اقول كلا هما ايه صواب تحطمت الامال تحطمت اهي فاعل ماضي والتاق ده هي تاق التأنيس عشان ما حتى تشفتك ان هي تاق الفاعل ودي المفعول به لا تحطمت تاق التأنيس والامال فاعل مرفوع على ما ترفعه الضمة تحطمت هنا فاعل لازم ولا متعدل مفعول به واحد ولا متعدل مفعولين اكيد مش متعدل مفعول به واحد ولا مفعولين لانه مش عندي اصلا مفعول ده انا عندي تحطمت ده فاعل ماضي مبني على الفتح الاتصالي بتاق التأنيس وتاق التأنيس لا محلل لها من الاعراب تأساكنة لا محلل لها من الاعراب والامال فاعل مرفوع على ما ترفعه الضمة يبقى تحطمت هنا فاعل لازم وليس متعدل لمفعول ولا مفعولين الاسئلة هتكون بهذا النمط يا سنة اولى في الامتحان اه يعني هيجيب لي اما فاعل متعدل مفعولين وطبعا بعد ما نكون اخدنا ظنة واخواتها هنبقى عارفين ممكن يجيب لي ظنة من واخواتها يقول لي هل هي فاعل متعدل الى مفعولين اصدما المتدأ والخبر ولا ليس اصدما المتدأ والخبر ولا فاعل لازم وطبعا الاختيارات دي لما ناخد ان شاء الله ظنة واخواتها هنزلك تدريبات تاني عليها انا مرضو تشجيب الاسئلة العادية وقلت ده يكون حاجة بسيطة في فيديو بسيط كده عليكم وتعرفوا طريقة الاسئلة بتاعت الافعال المتعدية ارجو ان تكونوا فهمتوا يا سنة اولى الدرس لايك بقى للفيديو واشتراك للقناة لو كنت لسا ما اشتركتش والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته